يحدث الآن بالعاصمة انفجار حافلة نقل المسافرين ايتوزا داخل نفق وادي وشايح اتجاه الطريق الاكتنابي الشمالي بالدار البيضاء حركة السيرة مشلولة في الاتجاهين للنفق برجاء اتخاذ حذركم ونتمنى ان لا يكون هناك اصابات كثيرة وان لا يكون هناك وفيات من الواضح انها حادثة كبيرة وتسببت في انفجار حافلة النقل وسمع شهود عيان دوي الانفجار يعني بردا وسلاما نتمنى ان يكون الجميع بخير حتى الان لا يوجد اي احصائيات رسمية او بيان رسمي بخصوص المصابين ربنا يسطرها نتمنى السلامة للجميع لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اللي يصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر